السلام عليكم عزيزات الطلاب إن شاء الله تكونون بخير معكم دكتور محمد ضياء وإن شاء الله اليوم راح نأخذ الحلقة الخامسة من حلقات شرح كورس الاناتومي علم التشريح المحاضرة الخامسة الجهاز التمفصلي Anatomy Lutrify the Articular System خلوكم ويا المقطع وإن شاء الله ينال إعجابكم قبل لا يبدأ المقطع أريد أن أقول لكم أنه حوالي 60% من يتابعون القناة هم غير مشتركين فأتمنى منك لو أنت تتابع مقاطعنا أنك تشترك بالقناة واتفعل زر الجلس على التصريب للمقاطع الجديدة وشكرا لكم مثل ما أنتم تعودين فنشرح لك كتاب القسم مع صور توضيحية فهذا الملف إذا ما موجود عندك طبعة أو استنسخة ولا تدرس على آيباد باشرة افتحها بالآيباد وتابعه إياه فنبدأ الآن بأول شي عندنا Articular System مبدئيا شنو يعني Articular System يعني الجهاز التمفصلي تعرفون أنه جسم الإنسان يحتوي على عدد مفاصل صحيح؟ فهذا الجهاز اللي يمثل المفاصل لح نشرح المفاصل شنو معنا المفصل يعني هزا هذا المفصل مفصل الكوع صحيح؟ هذا مفصل الركبة هاي مفصل الكتب فهذه المفاصل راح ناخذ نظرة عليها يقول لك يعني المفصل يعني مفصل هي الاتصال بين عظميا أو أكثر جيد إذن هاي العظمية وهاي العظمية نحن هذا المفصل كم عظمة بمثل مجال تلاحظون أكثر من العظمة الهيومرس والرديس والألنين فهنا عندك ثلاث عظمات ممكن مفصل آخر بفقط عظمتين فهذا هي الاختصار النبلل راح ندرسه اليوم بالتفصيل بهذا السلاد لدينا مقدمة بسيطة عن الجوينت أو المباصل يقول لك أنه هذا هو السكيلتون أو الهيكل العظمي للإنسان يتكون من ميتين وستة عظم طبعا لما يكون جنين يكون أكثر لكن بالنهاية بالماتور ستايت الحال الناضج للإنسان يكون الميتين وستة عظم هذن الميتين وستة عظم مرتبطات مع بعضهن من خلال 360 مفصل جيد فهذن المفاصل يقول لك أن أنواع مختلفة فمنهن الساينوفيال جوينت وساينوفيال معناها الزلالي المفاصل الزلالية أو نقدر نسميها المفاصل حرة الحركة لأنها فريلي موفوبل فريلي موفوبل يعني حرة الحركة مثل هذا المفصل اللي هو مفصل الكتف يكون حر الحركة بجميع التجاهات عندنا النوع الثاني هو الفايبرت جوينت والفايبرت جوينت يعني المفاصل اللي فيه وهي تكون generally doesn't move يعني هي بالمجمل لا تتحرك مثل عندكم هنا هذا المفصل اللي في الأسنان يكون بالمجمل لا يتحرك وآخر شي عدنا الكارتولوجينس جوينت أو المفاصل الغضروفية وهاي تسمح بحركة بسيطة allow some movement مثل المفاصل اللي موجودة بالقفاص الصدري تسمح بحركة بسيطة فقط أثناء التنفس من أجل توسع القفاص الصدري جيد فهي ثلاث أنواع اللي عندنا إياها عرفنا أنه جسم الإنسان يتكون من عدة عظام 206 يرتبطا بعدة مفاصل 360 مفصل من ضمنهن الزلالية حرة الحركة والليفية اللي ما تتحرك يعني عديمة الحركة والكارتولوجينس أو الغضروفية اللي تكون تسمح ببعض الحركة البسيطة فخلونا ناخذهم بالتفصيل الآن راح نتكلم عن أول نوع عندنا اللي هو الفايبرس جوينت أو المفاصل اللي فيه وناخذ أنواعهم نبدأ بالمفاصل اللي فيه طبعا استعدوا لبعض المصطلحات اللي ربما تكون غريبة وصعبة بالنطق لكن هي سهلة المضمون والمعنى أول شي سينثيروسيز سينثيروسيز هي نفسها فكسة جوينت فكسة جوينت بمعنى المفاصل الثابتة إذن الفايبرس جوينت المفاصل اللي فيه تكون ثابتة ثابتة متتحرك جيد فنقولك التعريف مالتها هي Bones are connected by ligaments يعني العظام مرتبطة بواسطة أربطه جيد أربطة نسيجية تربط بين العظم والعظم الآخر مثل مجالة العظم بالبعض الصور زيان ناخذ الأنواع مالتها أولا شنو هي الأنواع مالتها ثلاث أنواع النوع الأول اسمه سوتشورز والثاني سيندس موسيز والأخير Gumb Fossils لا تخافون مضمون هن سهل وما بهن أي شيء أول شيء السوتشورز السوتشورز إذا ننتهي للمصطلح الحرفي بمعنى الغرز يعني شايف لما نجيب لك أبرة و تقعد تخيط فتخيط به تخيط منه ومنه 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 صحيح فالعالم اللي شاف هي الأشياء اللي بالجمجمة الواضحة أمامكم كان ها واحد جاي يخيط فسموها بالسوتشورز تمام وهي اللي تربط بين عظام الجوجمة على سبيل المثال الجوجمة بها أكثر من عظم هاي العظام ترتبط بواسطة هذه شوية لدي زغر الخط جيد بواسطة هذه السوتشورز بهذا الشكل هاي العظام مرتبطة بواسطة السوتشورز بواسطة السوتشورز يعني هكو الإيقاماتين تكون قصيرة جيد ويقول لك بحالة الأدولت يعني بحالة أنه الشخص بلغ لما يكون الجنين يكون أكو بعض الحركات وشوف أنه جمجمة الجنين ربما تكون شوية لينة لكن لما تكون أدولت يعني بالغ ستكون كومبليتلي فكست يعني هي ثابتة تمام مثل ما تلاحظون هنا الجنين بالبداية أنه الراس مالت الجنين السوتشورز مالتة تبلش تتغير بالحجم وتقلل من الحجم مالتة حتى يسمح بعملية الولادة وخروجه من رحم المرأة جيد جيد هاي أول نوع عدنا اللي هو السوتشورز راح نقرأ من الكتاب مسأوشي يضطيكم نقطة أعطيكم النبرات أو النقطات أعطيكم النبذات العامة عنها بعدين نقرأ بالكتاب نكمل النوع الثاني اسمه السندس موسز سندس موسز سندس موسز على سبيل المثال تكون سليتلي موبايل شو يعني سليتلي موبايل يعني شوية بها حركة شوية جدا شوية قليلا جدا فمثل هاي اللي تكون بين عظمتين الراديس والألنة احنا اخذنا هذا المكان جيد وكبرناه فعندنا عظمة الراديس وعظمة الألنة يكون او الجند والكعبة يكون اكو بينات هنا هذا الفراغ اللي يسمونه انتر أوسيس ميمبراين تقع خلناه الحلقة السابقة فهذا الرابط تكون مفصل بيناتين اتنياتين سموه سندس موسز يكون نوعا ما شو نقولك ياها قابل لحركة بسيطة فقط فهذا النوع السندس موسز يكون بال انتر أوسيس ميمبراين زيان ننجي على نوع آخر اللي هو القامفوسز زيان بالنسبة للقامفوسز هذي الصورة اللي الجمجوة مثل ما جاي تلاحظون هنا عندك الماكزيلا الفك العلوي والماندبل الفك السغلي فخلونا ناخذ نكبر جزء من الأسنان هذا واحد من الأسنان مثل ما جاي تلاحظ انه اكو حفرة اللي هي هاي حفرة التحت يسمونها الساكت جيد حفرة وعدنا السن بحد ذاته وعدنا اكو هذاني الاعصاب مالة السن اللي طالع من السن جيد اكو عندنا هنانه لقامت رابط هذا الرابط اللي باللون الازرق روال حمالكم هذا اسمه البرى اودنتل لقامت شنو معنى بيرى اودنتل بيرى معناها حوله و اودنتل معناها على الأسنان اذا حول الأسنان الرابط حول الأسنان يكون حول السن مثل ما جاي تلاحظون ويربطه بالجزء اللي ياسفل منه فهذا allow a light movement يسمح بحركة بسيطة جدا جدا للأسنان بعد ما جاي تلاحظون هذا هو السن هاي المفصل يسمونه جيد اذا مهيش نكون خلصنا العظام اذا مهيش نكون خلصنا شرح خلنا نظرة عامة عنها ثلاث انواع اعيدها لكم اللي هنالغرز انها تسمح بحركة بسيطة وتكون بواسطة يعني مربوطة باربطة قصيرة اما النوع الثاني فهو السنتاسموسيس اللي يكون بالانتر أوسيس مبراين ركزلي على هاي بين ريديس والألنة والنوع الأخير اللي يكون بالأسنان تحديدا ركزلي على اسم اللي هذا يجيك بالامتحان البريودنتال لغمت هو اللي يسمح بهذا الارتباط وهذا المفصل طيب نجي عالكتاب نقرأ الكلام اللي مكتوب عندنا بالكتاب الآن اللي بدأ نقرأ من الكتاب يقول لك الفايبرز جونت مثل ما قلنا انه هي ثابتة وغير متحركة يقول لك حيث السطوح الخاصة بالعظام اذا فلت تكون متصلة مع بعضها قم الى فايبرز تشو يعني بمن متصلة بتتصلة ب فايبرز تشو بنسيج ماذا؟ ليفي وتقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول يقول لك السندس موسيس والثاني و الثاني والأخير السوتشور احنا قلنا انه هو يكون بالسكال وهي اهم معلوماتنا بالمسي كيو انه يكون موجود بمنطقة الرأس السكال The bones of the skull are connected together by a thin layer of fibrous tissue called sutural ligament يعني شي يقول لك يقول لك أنه عظام الجمجمة The bones of the skull جيد عظام الجمجمة Are connected together by a fibrous ligament هذا الفibrous ligament يعني النسيج اللي فيه يسمونه شي يسمونه نفس الاسم Sutural جيد باشنه Ligaments اختصار لغمية إذن هذا اللي بيناتين يكون عبارة عن نسيج اللي فيه صغير جداً ما تقدر تشوفه احنا سنسميناه short ligament يعني قصير بس اسم العلمي sutural ligament جيد الكتاب كاتب لك أنه هو sutural ligament They are obligated in old age يعني يبدل لما نسير الإنسان كبيرها هي انسدن بعد مستحيل يكون التثابتات مثل ما قلنا أنه هي بالأدولت تكون completely fixed النوع الثاني هو سيندس موسيز وهو present in the inferior tibio fibular joint طبعاً أنا ما أشرك معي بالأصفة ذلك موضوع MCQ جيد موضوع MCQ المواقع عمالته inferior tibio fibular joint حنا ما أخذنا tibio fibular joint حنا أخذنا بال اللي هي يسمونها radio ulnar joint هاي بمؤسما radius راح أخذ منها كلمة radio وهذه الموسمة راح أخذ الألنة وأطيها R تكون أكو superior لفوق تعرفت السوبرير بعض و inferior لجوه inferior ف superior و inferior radio ulnar joint يتكون بناتين هذا هذا المثال الأنتاتكمية بينما الكتاب الطاك ذهب إلى رواية أخرى يالك أكو موجود بين tibia و الفيبيلة هاي عظمة tibio هاي عظمة الفيبيلة من درس العظام فهذا البناتين يسمونها interoceous membrane جيد فقال لك بال inferior tibio fibular joint جيد بال inferior tibio fibular joint موجودة عندك interoceous ligaments متفقين بعدين نروح على غنفوس اللي هي آخر نوع قال لك تكون موجودة بالعظام أوكي تمام ما عندنا إشكال هذا هو قدامنا موجودة بال يعظم قدامنا موجودة بالأسنان ويقول لك the roots of the teeth are connected to their sockets يعني هذا الروت اللي هو الجذر مالة السن العصب مالته جيد يكون مرتبط بالsocket اللي هي الحفرة بس بس بمن مرتبط السؤال بمن مرتبط مرتبط بوسط بوسط الكتاب قرينة من الكتاب الآن راح نتكلم عن أو المفاصل الغذروفية وبالحلقة السابقة اخذنا الغذروف لازم تكون حاضرة الحلقة السابقة حتى تعرف اللي راح نتكلم عنها هسا أكو طلاب بجتني قادلة انه بالمدرجات ما راح يشرحون الغذروف أو انه هو ما داخل أو محذوف أو هي الشي أنا بالنسبة لي أشرح على كتاب القسم بكل التفاصيل مالته حتى الإنسان يكون على اطلاع بكل التفاصل يعني هذا الغذروف مهم جدا مو مال أنه ينترك جيد سترك كلية تركتها انا راح أشرح التفاصيل كاملة حتى يكون الكورس متكامل لجميع الطلاب وهو ما يأثر يعني الحلقة ممكن كانت 30 دقيقة وصفحة واحدة فقط شرحناها فمو مشكلة لذا الطالب قراها واطلع عليها سواء داخل أو ما داخل فالآن راح نتكلم عن الكارتيولوجينس جوين يقول لك أنه سوراوندد با هايلاين كارتلج يعني هو تكون محاطة هاي المفصل يكون محاطة بالهايلاين كارتلج الغذروف الزجاجي اللي خلناه بالحلقة السابقة عن الغذروف وهذا يسمح لك ببعض الحركة مثل ما قلت لكم حركة القفص الصدري هاي حركة بسيطة تسمح بها أيضا حركة السيمفسي بيوبس اللي هو موجود بعظمة الحوض هذا المهم راح تكون بحركة بسيطة أثناء أولاده فهاي الحركة البسيطة لأنه هم يكون بهايلاين كارتلج يعني هو معظم يعني تمد البسيط جدا جدا زيلا تنقسم إلى قسميا النوع أولي نسمي رائماري كارتلوجينس جونت ونوع ثانوي نسميه secondary كارتلوجينس جونت أوني كدر نقول المصطح الآخر في المصلح الآخر συينكندروسيز وسيمباسيز هي موجود عندك بالكتاب لكن أنا أقول لكم آرهن السينكندروسيز بنسبة لل بالنسبة لل و السيمباسيز بالنسبة لل السيكندري كارتلوجينس جونت نأخذ متاعا على المتاعر الى وهو عظمة القصر تعرفون انه يرتبط بها الاضلاع فهذه الاضلاع ترتبط عن طريق الغذاري في التكلم عن بحلقة السابقة فهذا الارتباط او هذا المفصل يسمونه كوستو بمعنى الاضلاع و كوندريال بمعنى الغذروف إذن كوستو كوندريال جوين يكون نوع الغذروف مالتهم فهذا عدنا مثال عليه سوف نأخذ مثالين على البرائماري و مثالين على السكندري طبعا من قرار الكتاب سوف توضح لكم اكثر دعنا نشرح نعيد من البداية اول شي قلنا انه الكارتولوجيس جوينت هي عبارة عن مفصل يكون غذروفي لانه الغذروف هو اللي يربط به وهذا المفصل ينقسم الى قسمين يأما يكون اولي برايماري يأما يكون سكندري ثانوي بالنسبة للثانوي الثانوي هو السيمفسيس السيمفسيس موجود بالعظمة الحوض مثل ما اضحها امامكم هاي عظمة الحوض فاللي تربط بين العظمتين الكبار هاي المنطقة اذا نكبرها فطلعنا بهذا الشكل يسمونه سيمفسيس بيوبس او سيمفسيس بيوبس جيد فهذا السيمفسيس بيوبس يعتبر من ثانوي من السكندري آآ كارتولوجيس جوينت جيد نوع ثانوي سيمفسيس بيوبس طيب يعني بيها بعض المميزات هو قايل لك انه هي فايبرس كارتلج يكون الغضروف ليفي ونوع يعني ما يحدث فيه تعظم نهائيا ويكون قوي بس اقل فلكسبل يفيد اثناء عملية الولادة بالنسبة للومن نجي ناخذ مثال اخر الغضار اللي هو هذا Perez هذا ما اخبرنا من الحلقة اللي تكلمنا بيها on the bones العظام هل نعينا بيها اللي هذا العظم هذا العظم هذا العظم أنه انما اخذي قدامكم ونفسها حاطر بالنسبة للطوام نحنا اخذ بالعظام او منانة مقطع ومكبرة طالع واضح امامكم بهذا الشكل. هذا هو المقطع المكبرة او او واضح امامكم بهذا الشكل. فالتكلم عنه هو شيء بسيط جدا. احنا اخذنا بالعظام انه الشافت الساق وماتت العظم سميها دايافسيس. جيد. ساق او دايافسيس. وعرفنا انه هاي المنطقة الثانية اللي هي الرأس ماتت سميها ابيفسيس. جيد. قلنا انه اكو بينات البلايتس. هذا البلايت يتكون من كارتلة يتكون من الغضروف. فهذا الغضروف يسمونه الهايالاين كارتلج. النوع هذا الغضروف يعتبر ايضا مفصل. يحدث به من لما الانسان يكبر يحدث به تعظم. يتحول الى عظم. صحيح. دعنا هذا الكلام بالبداية بالحلقات العظام. فجاي يقول لك انه هذا هو نوع من انواع المفاصل اللي تكون برايماري. جيد. تكون برايماري. لماذا؟ لان يحدث فيها تعظم. هس رح اوضح لكم هذا كل الكلام. رح اوضح لكم الكلام عن طريق ان نقرأ الكتاب. احنا مو قلنا انه عدنا برايماري. وعدنا سيكندري. وهي اسمها العلمي. وهذا اسمها يعني مثال عليها. فهنا رح يجي يسوي لك الفرق بيناتين اثنياتين. يعني هذا الكلام اللي كل اللي قلته هو عبارة عن مقدمة من عندي. الكتاب قبل داخلك بالفرق بين البرايماري والسكندري. لو داخلك قبل ما تجد رح تعرف اصلا شن هنه. شن الفرق بيناتين. لكن هنطيتك مقدمة على ما تكون انت فاهم. فالفرق كاتب لك اول شي انه البرايماري. النوع البرايماري. تحط ببالك دائما لما يقول لك برايماري اقصد. هذا المثال اللي هو مثال عظمة العظام الطويلة. وهذا المثال اللي هو مثال عظمة الاسترنم والاضلاع. اللي هو الكوستو كون ريال جوينت. جيد. فهذا البرايماري يقول لك انه اول شي هو. يعني يقول لك انه ان في الال. النقطة الثانية كاتب لك الموقع عمالتها. يعني النهايات العظام الطويلة. هذا المثال اللي قلت لك عليه. هذا مثال من عندي اللي هو مثال الكوستو كون ريال جوينت. مثال الآخر. جيد. بعدين يقول لك هي اي موبايل جوينت. يعني غير قاولة للحركة. وآخر شي يقول لك انه ما تتكون. تتكون من بلايت. اف هاي لين كارتلج. يعني مثلا عندك اثنان هذا قلت لك منوع. هاي اللي هي تكون من هاي لين كارتلج من الغضروف. وبتوين ابيفيسيس وبين الديافيسيس. وبين الديافيسيس. وتكون بالعظام فقط بالنسبة للجيلدرين وليس بالنسبة للكبار. لان الكبار تكون ها هي صارت عظم وانتهت بعد. يعني صارت عظم. اذا هذا كل اللي كاتب لك يا الكتاب. كاتب لك بس هاي المعلومات البسيطة. انه هي الفرق بينها وبين السيكندري. زيان. لما ننتجي نشوفها يقول لك هي. يعني مؤقتة. بينما هنا يعني دائمية. والسايت مالت يكون بالميد ليش يقول لك لان تحضر الحلقة السابقة. لان احنا عرفنا انه بالحلقة السابقة تكلمنا عن. اللي هي الفقرات ما بين الاضلاء. يعني هسان ما اخذ مقطع عرضي من هاي الصورة. من انا ما اخذ صورة. جيد. مكبر هاي. فطلعت لي بهذا الشكل. اللي واضح عمامكم هاي الانتر فيرتيبرال دسك. انتر ما بين. وفقرات المفاصل ما بين الفقرات. جيد. فهاي الاقراس او المفاصل ما بين الفقرات. تكون من النوع السيكندري. السيكندري كارتولوجيانس جوينت. جيد. وتكون المواصفات مالتها انها. يعني الحركة مالت تكون جدا محدودة. جيد. وهذا بمن صار. صار انه النوع مال الغضروف مالتها من النوع الفيبرو كارتلج. جيد. بالحلقة السابقة من الانواع. الفيبرو كارتلج هو النوع اللي خليها تكون تكون قليلة الحركة. لان هذا النوع يكون صدب. جيد. اقوى انواع. الكارتلج هو هذا. زيان. لما اتكلم عن стороны. يقول لك ان structure the articulating bone is covered by a thin layer of hyline cartilage. يعني هو ب thin layer of hyline cartilage طبقة خفيفة جدا من hyline cartilage. ويكون مغطا بمن بال هذا اللي اللي يسمونهن الأقراس ما بين الفقرات يكون مغطى بيهن. جيد على مدش على مد الزايد القوة مالتها. بعدين هي يعني هذا اللي قلت لككم عليه يقويها يزايد القوة مالتها وما يغطي الكابسول حول الجونت بالكامل. إذن أنا كل شرحت لك على متفتهم وتعرف شنو معنى الكارتولوجيناس جويت وشنو عنواحهم. لكن ككتاب مقتصر على انه يقول لك شغلتين انه عندك برايماري وعندك سيكندري. البرايماري تكون مؤقتة وتنتهي بالتعظم. السيكندري تكون دائمية. مثال على البرايماري العظامة الطويلة. مثال على السيكندري اللي هي المفاصل ما بين الفقرات. هاي تكون يعني غير قابلة بها حركة نهائيا. هاي تكون تكون بها حركة محدودة. هاي تكون بها هاي لين كارتليج. هاي تكون بها هاي لين كارتليج. بالإضافة الى فيبرو كارتولوجيناس او ديسك جيد. فهذا هو كان بالنسبة الموضوع الكارتولوجيناس جويت. الآن ننتقل للنوع الأخير اللي هو الساينوفيال او الزلالي. الآن راح نتكلم على الآخر نوع اللي هو الساينوفيال جوينت. او المفاصل الزلالية. او نقدر نقول المفاصل حرة الحركة. لانه هي تكون بها قابلية حركة جدا عالية. اول معلومة تعرفها انه هي يعني اغلب انحاء الجسم يكون عبارة عن مفاصل الزلالية حرة الحركة. مست كامل اكتر شهرة. الثاني شي هي بها تكون بها مساحة كبيرة للحركات. تقدر سو بها والأكستنشن والأدوكشن والأدوكشن والأدوكشن. سوى وانت طبعا لما انك حاضر الخلقة الاولى من الكورس فتعرف هاي الحركات شنو معناها. فبالنسبة للساينوفيال جوينت الكتاب هنا ما اعرف صراحة شنو الفكرة مادة. انه هو بلا شي يتكلم لك عن التركيب وظل يلح 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 بالتركيب. لكن ما قال لك شنو هي انواحهم. وانت عجبت. لما سوت ماتي الملخص. فاني حطت الانواع جيد. هذا انه انواع الساينوفيال جوينت. لان جدا مهم انك تعرف شنو هي انواحهم. وكل نوع شنو الامثلة اللي عليه. لكن مو بديش اهمية انك تعرف التركيب مادة. فهو حاش لك فقط التركيب وما ذاكر الانواع. لذلك انا رح اشرح التركيب نفس ما قاعد الكتاب. وبعدين الانواع رح نمر عليهم مرة سريعة. واحتمال ننزلهم بالتفصيل بمقطع من فصل. لان هي ما دخل عليكم. طيب. نبدأ باول شي بساينوفيال جوينت التركيب مادة. مثل ما جاء تلاحظون خذنا مقطع من هذه العظمة جيد. نعرفنا انه هنا عندك الكاربل بونز. هنا عندك المتا كاربل بونز. وعندك الفالنجيز. فاخذ احد الجوينت ما بين المتا كاربل بونز والفالنجيز. وجاء يشوفك شنو هي التركيم مادتها. متى ما جاء تلاحظون هاي هي الجوينت هنا عندك العظم تين. هذا هو المفصل. اول شي نبدأ من فوق. اول شي وابح انه يتكون من كابسول تغطي كل العظم. وهذه الكابسول تكون لي فيه. فهو بالمجمل يتكون من فايبرس كابسول. انا داقول لك المحتوىات بعدين نشرح بالتفصيل كل محتوى. ثانيا جوا مباشرة راح تلاحظ وجود باللول الاخضر الواضح امامكم هذا اللول الاخضر. واضح الانر ساينوبيا الممبراين. يعني الممبراين الغشاء الزلالي الداخلي. يكون بالداخل مثل ما جاءت لاحظون. هذا هو الغشاء الزلالي الداخلي. واضح امامكم هذا الشكل. طيب ايضا نغطيها. بعدين لدينا الساينوبيا الفلود. او نقدر نسميه الفيسكوس. اللي هو هذا الماء الواضح امامكم وهذا المحلول. الفلود. هذا يستخدم لمص الصدمة. تعرفون لما يكون محلول يقلل من الصدمة. فهو كاتب لك يجمع وابزورب يعني يجمع المحتوىات البل الداخل. وابزورب الشاك يعني يمص الصدمة. جيد. هذا الساينوبيا الفلود الواضح امامكم باللون الازرق. بعدين عندك الارتكولر كارتلج. اللي هو هذا الواضح امامكم الارتكولر كارتلج. البلون الابيض. او ازرق او ابيض شوية. فهذا الارتكولر كارتلج يكون من نوع الهايالاين. معرفنا الهايالاين. واخر شيء عندك اللي هنه الاوعية الدموية اللي تغذي. اللي فقرة بالاضافة الى النيرز او اعصاب. فهذا بالمجمل محتويات الساينوبيا الفلود. هو ما اخذ لك المحتويات محتوى 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 مطيق كنة متين عالية. فخلينا نقرأ الكلم الموجود على كل محتوى من هذه الاشياء. بس بالبداية نتكلم عن المقدمة اللي هو قالها. قال لك انه هي عبارة عن فريلي موبايل جوينت. يعني هي تكون حرة الحركة. من هذا ما حرة الحركة. طيب. يعني في الأغلب تكون موجودة بالأطراف سواء الأطراف العلوية او الأطراف السفلية. ها هنان عندك ها عبارة عن ساينوبيا الفلود. هنان يكون هن ساينوبيا الفلود. عرفت تكون محاطة بالفايبرس كابسول. يقول لك انه الكابسول محاطة او يعني مخطة بمن بالساينوبيا الممبراين. اتكلمنا عنها بلون الأخضر هذا هو الواضح عمانكم. ويقول لك ذات ساينوبيا الفلود. هذا الاساينوبيا هو اللي يفرز المادة المحلول هذا الواضح عمانكم اللي هو الساينوبيا الفلود. طيب بعد يقول لك الأسطح المتمفصل. الأسطح المتمفصل. هذا الأسطح المتمفصل. يكون بالعظام. مغطى بالكارتلج يكون من النوع يعني غضروف زجاجي. طيب. فهذه هي المقدمة. بعدين يبدأ يشرح لك عن عنصر. عنصر. ما هي التركيم مالتك. من الأول الصفات مالتك العامة. الآن سنتحدث عن التركيم مالتك الساينوبيا الفلود. المفصل الزلالي. أضع لكم صورة المفصل قدامكم. بالإضافة إلى شرح الكتاب حتى نكون مقارنة بلعة سهلة. نبدأ بأول شيء. في الفيبرس كابسول. أو الكابسولة التي تكون لديها. هاي الكابسولة يوحها عمامكم. ممكن اللي تقول لك أنه هي ساينوفيال جونت. أو ساينوفيال جونت. يعني هي تكون محيطة أو تحيط ب المفصل مالتك نجال يتكلم عنه. أول نقطة. ويحدها من الداخل. الانر ساينوفيال ممبراين. أو ساينوفيال ممبراين. اللي هو هذا الغشاء الواضح عمامكم باللون الأقدر. هذا يحدها من الداخل. السابورنتد ان سترنتن باي سترونج لقامت. يعني هي تكون مدعومة ويتم تقويتها بوسط اللي هن الروابط. الآن راح نتكلم عن النوع الثاني اللي أو التركيب الثاني اللي هو الغضروف المتمفصل. طبعا أول النوع مهم جدا تعرفها بالنسي كيو انه هم هاي لين كارتلج من النوع الزجاجي. وكبرج الارتكولار سورفيسيس او ذا بونز اللي قلت لك انه هذا هو سمونا سطح التمفصلي للعظم. فهو يغطي السطح التمفصلي للعظم. مثل ما واضحها موكم. هذا وهذا. يعني انجا يغطي السطح التمفصلي. طيب. شنو وظائفه وشنو خصائصه. أولا هو سموذ. ويكون ناعم. ويكون مشحم. مشحم بمن? مشحم بالساينوفيال الفلود اللي واضح عملكم هذا هو الساينوفيال الفلود او المحلول الزلالي اللي يساعد مثل ما قلنا بامتصاص الصدمة. طيب. وبعدين عندك يقول لك طيب هاي من الحلقة السابقة. رحلنا انه الغضروف هو عبارة عن نسيج. اللي لا يحتوي على اوعد دموية ولا يحتوي على العصاب. فهو. واحد سأل السؤال. من يجيب التغذية مالته. اه فروم بساينوفيال الفلود. اوكي. يعني هو الساينوفيال الفلود هو اللي تجي به العصاب مثل ما تلاحظون وتجي به اوعد دموية تنطيل. تنطيل الساينوفيال الفلود. ومن ثم هو ينطيل له الكارتج وينطيل له العظم. طيب. هاي بنسبة. اه للنوترشن. اخر نقطة كاتب لك معناها بروزات او تآكلات غير منتظمة. بسبب شنو? بسبب تآكل المنطقة هالي لما ان الشخص يكبر بسن الشيخوقة. فتتآكل المنطقة. بعدين يقول لكم ملاحظة مهمة انه الارودة المنطقة المتآكلة does not appear. او do not repair يعني هي لا يحصل لها آآ علاج. او شفاء. يعني نظل نفس ما هي. طيب. فهذا بالنسبة لموضوع او الغضروف على المدى ومفصل. شرحنا. الان نكمل لنتكلمك عن جونت كافتي. جونت كافتي هي هاي المنطقة اللي الفجوة الواضحة امامكم. هي عبارة عن متنشية كافتي هي عبارة عن فجوة تظهر او وتبدأ واضحة اكثر. شوكت لما يتكون بيها يتراكم الفلويد ما نستطيع ان تظهر او تبدو. الفلويد اللي هو السائل الزلالي والبلود الدم. وايضا الباس. الباس هو الصديد. جيد. فلما يجمع هذا داخل هاي الفجوة هي الجمعة. راح تكون واضحة اكثر. وبشكل عام هي تكون مغطة في طبقة رقيقة. يعني طبقة رقيقة جدا من الساينوفيال الفلويد اللي هو مثل ما قلت لكم السائل الزلالي. جيد اذا ما بها يعني معلومات مهمة. الساينوفيال الممبراين اللي هو هذا الواضحة امامكم ليغطيها من الداخل. او يحدها من الداخل. الساينوفيال الممبراين يكون اول شيء ثن يعني الرقيق. ثاني شيء رطب. يعني معناها ان هو يكون لامع. جيد. هو يغطي. مثل ما جاءتلاحظون كل اللي موجودة جوه ما عدا واحد. راح تقول لي شونه هاذا راح اقول لك انظر الى هذا سطح التمفصلي يعني هو السطح اللي يتمفصل. شلون يغطيه? ما يستطيع يغطيه لازم يكون لا يغطيه. جيد اذا السطح التمفصلي اللي يتكون من الكارتلج. ما يغطيه. ممكن يجي سؤال امسيكيه هنانا انه هو اه 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 او يطيق عدة خيارات تختار او السطح التمفصليه. واتلاز باي افايبرس كابسول يكون محاط بالكابسول اللي همية. وهو يفرز هذا هذا الممبراين هو اللي الفلود او المحلول. وايضا هو اللي يمتصح. جيد. طيب. الجزء اللي بعده يقول لك هو الساينوفيا الفلود بحذ ذاته. هتكلم عن الفلود. يقول لك هو بيل ويالو. يعني يكون باهت ولونه اصفر ويكون فيسكوس. يعني لزج. السائل. لزج. جيد. بالضبط نفس الزلال. يعني نفس الزلال السائل مالة البيض. جيد. يتكلم لك الان عن الخلايا مالتة اللي موجودة فيه. يقول لك يعني يتهو على خلايا حرة. مثل الساينوفيا على اسمه. الخلايا الزلالية نقدر نقول او الخلايا الحرة. والماكروفاج. الماكروفاج اللي انت حضرت الهيستولوجي لستعرف انه هو بمعنى الخلايا البلعمة او الخلايا الاكولة. جيد. والليمفوسايد الخلايا اللينفاوية اللي تكون يعني خلايا مناعية. فهو يحتوي على هذه الخلايا داخله. جيد. وهذا يعود الى السبب مهم جدا انه مثل ما قلنا قبل شوية. هو يحتوي على البلود او البص. البص الصديد. والصديد. شنو معناه؟ صديد معناه تجمع الدم اللي يكون به خلايا بكتيرية وخلايا مناعية. لما يتاكل الخلايا المناعية الخلايا البكتيرية يظل اكو يعني البقايا ومخلفات. هاي كله يسمون البص او الصديد. جيد. لذلك هو يحتوي على مثل ما قالك هنا احتوي على الخلايا الاكولة والخلايا اللينفاوية المناعية. جيد. فبالنسبة يقول لك انه هو مثل ما قلت لكم هو يشحم ويطلي ويقلل من البروز مال الارتكولار كارتلج. واخر شيء يعني يساعد بالتغذية لانه احنا مثل ما قلنا ان الكارتلج ما بلا اوعية دموية ولا عصاب فمن يجيب التغذية او ما تجيبها من السائل الواضح امامكم. اف عدنا يعني يقول لك انه يعني يقول لك انه يعني يقول لك انه يعني يقول لك انه يعني عبارة عن اربطة تساعد بالوصل. جيد. تساعد بالدعم لغلي عملوا تقويها تقوي. جيد وتكون يا اما تكون داخل الكابسول يا اما تكون اكترا خار للكابسول يا اما تكون يعني ما بين الكابسول. جيد. فاكو بها نوع. اه بعدين يقول لك او شنو هن اللي موجودة داخل الكافتي. راح نتكلم عنهن ومسمين يعني التراكيب الداخل التمفصلية. نبدأ بهذه الاربع نقاط. طبعا هذين النقاط مهمة جدا. نبتجي بلاسئلة لا تحفظهم. فاولا عندك احد الستركترز اللي تكون داخل الجوينت كافتي. الارتكولر فايبرو كارتيلوجيناس ديسك. دني الارتكولر فايبرو كارتيلوجيناس ديسك. دني الارتكولر فايبرو كارتيلوجيناس ديسك. اصح شوفكم صورة لهن. بس او شي اريد اوضح لكم انه هي ممكن ان تقسم الدسكات قسما الجوينت كافتي الى قسميا قسم علوي. عبر. وقسم سوفلي. بهاذه البساطة. دعنا نشوف المثال اللي هو مطينيه اللي هي تيمبرو مانديبيولر جوينت. يعني اسم طويل لكن سهل. تيمبرو مثلك منطقة التيمبرال. جيد. والمانديبل مثلك منطقة الفيك. جيد. فذين منطقتين بينها تكون جوينت. فاسمناها تيمبرو مانديبيولر جوينت. دعنا نشوفكم الصورة اللي حطتكم اياها الكتاب. طعن الكتاب حطت لكم صورة جميلة ديما في مجال تلاحظون. ما عرف كون رح تفتهمون على هاي الصور. يعني هنا وين ذلك بالضبط ما تعرف. المهم نشوف الصور الثانية اللي احنا جبناها من الانترنت. مثل ما تلاحظون هاي هي التيمبرو مانديبيولر جوينت. تكون هاي هي الجمجومة. هاي المانديبل. وهي منطقة ساملنا التيمبرال. جيد. فبين عطين اكو جوينت واضحة امامكم. كبرناها لهذا الشكل. فوضحت امامنا التيمبرو مانديبيولر جوينت. اللي هي هاي الفقرة. اللي تسمح بتحرك الفقرة. فاذا نلاحظ وجود هذا الدسك. مثل ما جاي تلاحظون. فهذا الدسك صاير جوة المفصل. فسمناه من اللي صايره يعني في داخل التمثل. في داخل المفصل. جيد. اتكبركم اكثر بعد. واضح امامكم هذا هو الدسك اللي جاي تكلّم عنا بال التيمبرو مانديبيولر جوينت. هذا الدسك لان تحفظ كمثال للإنترا. جيد. ومثال من النوع الفايبرو كارتيلوجينت. جيد. زيان. النوع الثاني يقول لك المنسكاي. سيمي بمعنى النصف واللونر بمعنى القمر تكون نصف قمرية الشكل. جيد. فا اقول لك المثال. زيان. نروح نشوف هنا. طبعا نشوف وهو شي صورة الكتاب العظيمة. وانها. ذني. نروحها عمامكم. تكون النصف القمرية مثل ما تلاحظون بهذا الشكل. فهاي اه يسمونها المنسكاي. طيب نشوف الصورة الثانية. اه هنا عندك هاي الساق وهي الركبة. فكبرنا الركبة حتى نشوف المنسكاي. هاي الروحة عمامكم بهذا الشكل. ذني يسمونهن السيمي لونر. جيد. لأن ذني نفسهن. هذا الني. وموجودة بالني جوينت او عظمة عفوا مفصل الركبة. عرفنا الآن المثال الثاني اللي هو المنسكاي. زيان. طبعا اكثنين هنه لاترال وميديل منسكاي. هذا يسمونه لاترال منسكاي وهذا يسمونه ميديل منسكاي. بعتبر انه هذا يكون اقرب الى خط الوسط. وهذا يكون ابعد او طرفي الى خط الوسط. جيد. الآن نشوف اللي بعدها. اللي هو يقول لك يقول لك الاربطة. من ضمن الاربطة ايضا بالني جوينت. متع الاخر على الني جوينت. شوفوا الصورة مع الكتاب. هاي الصورة مثلما تلاحظون ذني اثنين. هنه شوفوا في الصورة الثانية. اه ذني واضحة امامكم هنه شوفوا مثلما تلاحظون. فهي الواضحة امامكم هنه قدام واحد يكون باستيرير لان يكون اعمق. اه داخلي فهي يسمونه. بعدين نجي على التندون. التندون عندنا التندون. يعني التندون بمعنى الوتر. فتعرفون كل عضلة نهايته وتر. فالتندون اللي موجود باللونج هيد البيسيبس اللي هي عضلة البيسيبس اللي هي عضلة البيسيبس اللي هي ثنائية الرأس. فيكون عندها اثنين روس. الاول طويل والثاني شورت. احنا نريد اللونج جيد. هذا اللونج هنلقاء داخل مفصل الكتف. نشوف الصورة امام الكتاب ومنها. هاي الصورة الواضحة امامكم. المفروض انه هذا مفصل الكتف جيد. فهذا هو التندون الوتر مات البيسيبس داخل اه داخل اللي هي هاي الجون جيد. فهو صارغ داخلها. الوتر مات العضلة مات البيسيبس. نشوف الصورة امام الواضحة عندنا الموضوع. اهنان المفروض اقو عضلة البيسيبس بهذا الشكل. جيد. فعضلة البيسيبس اه واحد من التندون زمانتها يكون اللي هو الشورت واللونج تندون. جيد. فهذا الاول اللي يوضح امامكم هذا يسمونه الشورت تندون. وهذا اللونج. هاي السوطر الثاني هاي اللونج. فشوف اللونج وين رايح رايح داخل جوه الجوه الجولدر جونج. يعن جوه الكابسول. فسمنا انترا ارتكولر ستركتشر. جيد. فهذا كان بالنسبة للا امثلة الانترا ارتكولر مهم جدا جدا جدا. انا راح نتكلم عن موضوع سهل بسيط جداً يعني التغذية العصبية للمفاصل طيب يقول لك يعني العصاب الحسية which supply the joint اللي تغذي المفصل are called articular nerves يعني كتسمية شو نسميهن نسميهن يعني نسميهن العصاب التمفصلية شوف هذا العصب اللي طالع جاي لذي هاي الفقرة نسميه العصاب التمفصلية هاي اول نقطة ثانية which end in the fibrous capsule يعني هي نهايتها بالكابسول بالfibrous capsule ما يدخل ما يخترق فقط من فوق تعملت الفكرة هاي مهمة جداً حتى ستفهمها are related to the ligaments يعني تكون قريبة بين ligaments اللي هنا ذني الروابط جيد زيان بعدين يقول لك they are sensitive هي هذني العصاب شو الاحاسيس اللي ينطنن ينطن عدة أحاسيس الإحساس الأول هو البين الألم والإحساس الثاني الموقع والأخير هو movement of the joint يعني حركة الجوينس جيد؟ إذن كل ما في الأمر أنه sensorial nerves راح سسميهن articular nerves هاي أول نقطة ثانية نقطة هنما يدخل الجو ما يخترق الكابسول المال المفصل وإنما من فوق الطنة وآخر شيء الطنة ثلاث أحاسيس اللي هنا the pain movement of the joint سؤال شنه هو هيلتون's law أو قانون هيلتون هيلتون هو العالم اللي واضح أمامكم قال أنا عندي قانون بالنسبة للتغذية العصبية للمفاصل عندها فد نظرية بباله وترعصها أو يعني بعث النظرية المهم يقول لك في حال أنه عصب هذا عصب مثلا شوفوا جاي يغذي عضلة والعضلة تكون دعنا ناخذ اللون الأحمر حسن جاي يغذي عضلة هو هذا العصب والعضلة هاية تكون عبر المفصل يعني يعني cross over the مفصل تعبر المفصل فهذا العصب نفسه اللي رايح يغذي هاي العضلة راح ينطي تغذية عصبية للمفصل نفسه شوفوا شلون هذا العصب جاي العصب هذا جاي وطلع من عنده branch فرع هذا الفرع عنده تغذية عصبية للمفصل نفسه إذا نفسه العصب اللي يغذي العضلة راح ينطي فارع من عنده للمفصل اللي يكون قريب عن العضلة سما جاء التحضون هنا ايضا بهاي الصورة شوفوا ساحنا دموه هذا هذا النيرف فهذا النيرف بطريقة ينطي الملء للمفصل القريب عليه اللي هو المفصل مالة الكتف جيد بس مثل ما قلت لكم هو ما يخترق الكابسول اللي يبقى فقط ينطي الإحساس من الخارج هاي النقطة المهمة فنجح نقرح شي يقول لنا يقول لنا يعني العصب اللي يغذي عضلة وهاي العضلة تشتغل على مفصل معين جيد gives a branch ينطي branch أو فرع supply the joint ويغذي الجoint and another branch to supply the skin over the same النقطة الثانية أنه مو فقط رح ينطي branch للمفصل نفسه وإنما رح ينطي branch للسكن للجلد اللي موجود فوق هاي المنطقة حتى أنت لما تشعر لما يكون أكو خلل عندك من المفصل تشعر بالألم وتذهب للطبيب حتى إعالجك لأن الأمراض التمفسودية أمراض خطيرة فنجي على موضوع المفصل الثبات المفصل هذا أنه آخر موضوعين بسرعة نقلصه لأنه بسيطات جدا أول شي يقول لك شنو هن العوامل اللي تأثر على الثبات المفصل أول نقطة عندك يقول لك The shape and the fitting of the articular surfaces shape هو الشكل والفتنج يعني أنه هي ضابطة الأسطح التمفسودية تكون واحد ضابط على الثاني شلون يعني لو نجي هنا أنا مثلا للشولدر جوينت على سبيل المثال وهي الشولدر جوينت هاي الشولدر جوينت ركزلي على الشكل مالة الإسكابيولة على عظمة الكتف الإسكابيولة فالشكل مالتها صير على شكل سكت جيد حفرة بينما الشكل الثاني صار على شكل فصارت فأنه الشكل متناسق لذلك الarticular surface الأول اللي هو سطح التمفسود الأول وسطح التمفسود الثاني أشكالهم مناسبة أنه واحد يدخل بالثاني فهاي أول نقطة تحافظ على ثبات العظمة يعني لو كان مثلا أنه الشكل هذا قلنا نقول على سبيل المثال لو كانت هاي شكلها مربع هذا الشكل فكان صارت صعبة أنها تدخل في فتحة دائرية صحيح أو لا لذلك هاي أول نقطة النقطة اللي بعدها النقطة اللي بعدها شو تقول تقول السمك والمطاطية أو المرونة للكابسول جيد هذه الكابسولة تكون مرئة وتكون سميكة بشكل كافي أنه تثبت العظم المطاطية 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 يعني يقول لك أنه بالنسبة لي بالنسبة لي المطاطية أو قلنا نقول الأربطة هذه الأربطة تكون موقعا وقوتي هنا قويات فهي ثبتا المفصل جيد والنقطة الأخرى الشيء المطاطية قوة العضلات التي تغطي الجوينت هذه النقطة سهلة كلهم هؤلاء عن المطاطية ممكن تقول لك السؤال مصيكو يضطيك ثلاثة أو الأربعة ويضطيك واحدة أشعاد عنهم المطاطية ما هي المطاطية التأثر على مدى الحركة جيد بسيطات أول شيء المفصل مالتك فلو كان ضاقطات جدا علي فرح يقلل من مدى الحركة ثانيا انتاغونيس بمعنى المضاد فمعنى العضلات المضاد لحركة المفصل لأن المفصل يتجاه باتجاه معين وهذه العضلات باتجاه عكسة فبالتالي راح تعاكسة وتقلل من ال john معناها قرب و الاتصال قرب واتصال اللي هي انسجة الناعمة بالجسم يعني أي شيء بالجسم لما يكون دار ما يبدور الجوينت او دار ما يدور المفصل من الأنسجة الناعمة لو كان القريبات جدا عن نفصل في ضيقا عن الحركة. لو كان بعيدات يختلف الموضوع. فهذه هي كانت التفاصيل من الحلقة اليوم وهي حلقة الجوينت. واخذنا نفس الكتاب شرح الكتاب ضفنا بعض المعلومات من عندنا. وإن شاء الله تكون أجبتكم الحلقة واستفاديتم من عندها. طبعا كان من المفروض أن الكتاب يذكر لك موضوع types of synovial joints. جدا مهمة. لأنني أقوم بعمل هذه الملخصة. أقوم بعمل هذه الملخصة. لكن لدينا مكتوبات في الكتاب. بذلك لم أشرحتهم. فقط أقول لك أنواحا أنه synovial joint بها hinge joint. اللي موجودة مثل ما جاءتلاحظون بهذا المفصل يسمونه hinge. يعني نفس ما يسمها بالعربية أو ما يسمها. بس مالت الباب اللي تفتحها والسد جيد. فبالانجليز هي hinge. فتكون باتجاه واحد مثل ما جاءتلاحظون. مثل يش مثل عندك الركبة. ال knee joint مثل عندك المفصلات الكوع. فدني يسمونه hinge. عندك ال pivot joint أيضا نوع آخر. يكون موجود مثلا عندك بهذا الفقرة اللي يتحرك الراس مادك. بين عظمتين الأكسس والأطلس. ذني فقرات ببداية الرأس. هاي المنطقة بالضبط. فتسمع لك بانك تدور رأسك. وايضا تكون موجودة بهذه المنطقة بين العظمتين بالساعد. حتى تدور ايث تكون عمليات السوبينيشن والبرونيشن. فهي يسمونها pivot. طبعا الكتاب مشارحة بس جاء الطيقية معلومات عنها عامة. بعدين عندك plane أو gliding joint. اللي تكون مثل ما جاءت العظمون بمنطقة ذني العظمات اللي تكون بهذا الشكل. فهاي يسمونها plane أو gliding. تسمح بحركة بسيطة باتجاه معين. جيد. هاي البلين. وبعدين نرجع نكمل. اللي تبقى عندك glenoid أو iblisoid joint. مثل ما جاءتلاحظون. اللي موجودة بكافة المفاصل ما بين الأصابع. بين مثلا المتاكارباز والفالانجيز. ذني كل هني يكون عبارة عن glenoid أو iblisoid joint. جيدة تكون بهذا الشكل الواضحة. ما يمكن تسمح بحركة معينة بهذا الشكل. يعني هاي تسمح بحركة مثلا. لو قلنا انه يجي. تسمح بهاي الحركة الواضحة امامكم. للمفصل. يعني المفصل ما لقيدكم. عدكم البال انساكت جوينت. ايضا نوع انواع السينوفيال جوينت. مثل ما جاءتلاحظون هذا الكتف. العظمة الهيومورس. طبعا هاي اكثر الانواع اللي تسمح باكثر او اوسع مدى للحركة اللي تقدر تحركها بكافة الاتجاهات. وتكون بها. يعني اوسع مدى للحركة. نسمونها البال انساكت. نوع انواع السينوفيال جوينت. اخر شي عندك هنا هو السادل. السادل سموها سادل بمعنى السادل مدى الحسان او السرج مدى الحسان. كما جاءتلاحظون انه الشخص بالسرج يقدر يتحرك لقدام وليورا. كما جاءتلاحظون هذا الشخص. جاي يتحرك لورا. ويقدر ايضا يتحرك لقدام. على السادل او على السرج مدى الحسان. لا اعرف ماذا اضع لك هنا حمار. المهم. فا اهنانه ايضا يتحرك بالاتجاه الايمن والايسر بهذا الشكل. فهاي نفسها هي النوع مالة الجونت مالتنا اللي هي اسموها السادل جونت. مثل ما جاءتلاحظون هنا موجودة بالاذن. بعضمات الاذن اللي هي الأنكس والماليولس. فايضا تسمح بالحركة نفس هذه الحركة اللي هي تكون بين اتجاهيا يمين ويسار. والامام والخلف بالضبط تكون نفس السادل جيد. ايضا اللي موجودة عندك بمنطقة الكلافيكال اللي موجودة عندك بالكاربوميتا كاربل جوينت. فالكلها تكون عبارة عن سادل جوينت. طيب هاتها المنسبة لحلقة اليوم بالكامل. هذا الجزء الاخير الشرحته ما لدخل بالموضوع المداخل عدكم. لكن انا ضغته لانه مهم جدا لانه تكون عدكم اطلاع عليه. فاتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة. رابط البي دي اف راح يكون موجود على قناة التليجرام. شكرا لكم دكتور محمد ضياش. شكرا لكم. ومع السلامة.